تعهدت الحكومة أمام مجلس النواب بأنه سيتم تقليل تخفيف أحمال القهرباء اعتبارا من الأول من يوليو جاء ذلك في تعقيب للحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حيث ألقى عدد من النواب بيانات عادلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع الطيار القهربائي مطالبين بإجاد قطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع دراجة الحرارة ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة